السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني هنعمل مع بعض النهاردة كيكة صحية وجد حلوة جدا هنعمل كيكة السنبون بس هنعملها بطريقة صحية فري جولوتين من غير دقيق ولا شفان وكمان من غير زبدة ولا اي دهون مناسبة للضايت العادي وكمان مناسبة للكيتو دايت وما بترفعش مستوى السكر في الدم يعني مناسبة لمرضة السكري ومقاومة الانسلين طريقة تحضيرها سهلة بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في البيت هنعمل احلى واجمل كيكة سنبون وكمان سعرات الحرارية قليلة جدا وبتساعد على نزول الوزن يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي الطريقة معايا سهلة خالص والمكونات متوفرة في البيت هنبدأ دلوقتي بالوصفة على طول هنحتاج في الوصفة 3 معالق كبار بمعيار معلقة الطعام او المعلقة الكبيرة القياسية من مبشور جوز الهند الفشن البديل بتاعه بالنسبة للكيتو دايت ممكن تحطه دقيق اللوز وبالنسبة للضايت العادي ممكن تحطه مطحون الشفان زي ما انتوا عايزين بعد ما حطيت 3 معالق كبار من المبشور جوز الهند هنضيف عليهم دلوقتي 3 معالق كبار من الزبادي زبادي يوناني بالنسبة للكيتو دايت واي نوع من الزبادي بالنسبة للضايت العادي والبديل بتاع الزبادي ممكن بالنسبة لحساسية الالبان نحط حليب نباتي زي حليب جوز الهند وبالنسبة للضايت العادي ممكن نحط برضو كمية من الحليب اهم حاجة توصل للقوام كده زي الفيديو دلوقتي بعد ما حطيت 3 معالق كبار من مبشور جوز الهند عليهم 3 معالق كبار من الزبادي بعد كده حطيت بيضة واحدة بيضة واحدة حجمها متوسط او صغير وبعد كده حطينا تقريبا نصف معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وكمان تقريبا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهنضيف كمان تقريبا برضو نصف معلقة صغيرة من الحليب الخلي مع البيكنج باودر بيخلي الكيكة هشة وللتحلية طبعا بقى زي ما انتوا عايزين على حسب النظام بتاعكم او على حسب نوع الدايت بتاعكم بالنسبة للدايت العادي ممكن تحط سكر دايت او تحط معلقتين كبار او 3 من العسل الابيض او ممكن كمان تحط دبس طمر اما بالنسبة للكيت ودايت وكمان لمرضى السكري فما لهمش بديل عن السكر الدايت فبنحط كيس من سكر ستيفيا او اكتر زي ما انتوا عايزين بس كيس واحد هيكون كفاية قوي بالنسبة لي يعني لو عايزين تزوده زي ما تحبه بعد كده هنجيب المضرب اليدوي انا كده حطيت المكونات اغلبها بتاعت الكيكة لسه بس هنحط القرفة هنجيب المضرب اليدوي ونقلب بقى المكونات مع بعض بالشكل دا كده طبعا لغاية كده ممكن ان انتوا تعملوا كيكة من غير قرفة او كمان ممكن تزودوا ككاياو لو عايزين هتكون كيكة شوكولاتة بس انا حبيت ان انا اعمل الكيكة دي زي السينبون بالزبط فهنضيف عليها بقى دلوقتي بما يارى المعلقة الصغيرة اللي هي معلقة الشاي معلقة صغيرة مليانة من القرفة المطهونة وهنحطها بقى دلوقتي على المكونات كده ونرجع تاني نقلبهم مع بعض في الاخر كده هنعمل كمان سوس كده سوس للسينبون كده بالزبادي بيبقى حلو قوي الوصفة كلها على بعضها بجد جميلة جدا والمفاجئة ان صعراتها الحرارية قليلة جدا الكيكة كاملة صعراتها 208 صعر حراري بس شايفين ما شاء الله بجد حلو قوي دلوقتي خلاص بعد ما عملت بقى الخليط بتاع الكيكة هنجيب بقى دلوقتي قالب صغير كده الكيكة دي كيكة فردية فجبت بقى دلوقتي قالب صغير كده وعملت فيه مسحة بسيطة كده من اي مادة دهنية انا استعملت زيت جوز الهند مسحة بسيطة قوي مش كتير يعني علشان الكيكة تنزل معنا بسهولة وبعد ما حطيت الخليط خلاص كده بيكون جاهز بقى دلوقتي ان احنا نسويه في عندنا اكتر من طريقة للتسوية اكتر طريقة متاحة للكل هو الفرن هندخلها على فرن سخنة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن من 15 ل 20 دقيقة او لغاية لما تستوى معنا وللناس اللي عايزة تسويها في الارفراير برضو من 15 ل 20 دقيقة على درجة حرارة 160 ولو عايزين تسويها في المايكروويف لمدة دقيقتين بس مش اكتر من كده وبتطلع معانا جميلة جدا زي ما هنشوف دلوقتي وده شكلها معانا بعد ما خرقت من الفرن قعدت 15 دقيقة على درجة حرارة 180 ويكون الفرن سخنة قبلها وعشان نتأكد ان هي استوت هنجيب بقى دلوقتي العود الخشب كده وندخله في نص الكيكة كده من النص لما بيطلع معانا ناشف يبقى هي كده مستوية كويس او هجيب بقى دلوقتي يثبت لك كده او سكينة ونبدأ نتأكد ان الكيكة سايبة معانا خالص الصينية او القالب ده طبعا مش لازم ان انتو تطلعوها من القالب ولا من الصينية وممكن ان انتو تحط عليها اللصاص اللي هنعملوه دلوقتي على طول وتاكلوها مفيش مشكلة لكن طبعا انا بحب ان انا اقدم كل حاجة بشكل حالو فهبدأ بقى دلوقتي هتأكد كده ان الكيكة سايبة معانا اللصنية خالص بالشكل ده كده وبعد كده هقلبها على الطبع علشان ابدأ ان انا زينها وبقرر تاني الخطوة دي مش لازم تعملوها ابدا ممكن تحطوا اللصاص اللي هنعملوه دلوقتي على طول وتاكلوها لو لقيتوا ان الكيكة لازق معاكو شوية كده ممكن بترفي سكينة او بزباتلة وتبدأوا ان انتو تخلوها بالشكل ده كده هتنزل معاكو بمنتهى سهولة وده شكل الكيكة بقى بعد ما قلبتها قلبها بعد الوقت على الناحية التانية كده وبتكون معانا بالشكل الجميل ده يلا بنا بقى دلوقتي نعمل آآ سوس السينابون وبرده هنعمله بطريقة بسيطة واقتصادية انا هعمل سوس السينابون ده من الزبادي برضو لو عايزين تعمله من الجبنة زي ما انتو عايزين لكن انا هعمله من الزبادي هنحتاج برضو معلقتين كبار من الزبادي ونحط عليهم شوية بسيط كده من السكر الدايت ورشة بسيطة قوي من القرفة خد باركو احنا حطين معلقة صغيرة من القرفة في الكيكة وهنحط برضو رشة بسيطة كده من القرفة مع الزبادي اللي هو هيكون السوس اللي هنحطه دلوقتي على وش الكيكة لو عايزين تحطه جبنة كريمي او اي حاجة كده مع السوس زي ما تحبه بس انا بصراحة ما حبيتش حط جبنة خالص عشان تكون الوصفة اقتصادية وكمان سعراتها الحرارية قليلة وفي نفس الوقت الطعم بيكون جميل جدا ما تقلقوش هبدأ بقى دلوقتي احط على الوش كده الزبادي اللي احنا عملناها دلوقتي او سوس الزبادي على وش الكيكة كده طبعا ممكن نكتفل غاية المرحلة دي وتبقى حلوة جدا ولزيزة وسعراتها الحرارية قليلة قوي سعرات الكيكة لغاية المرحلة دي 208 سعر حراري بس لكن انا بصراحة حب ان انا اديها لمسة جمالية كده وكمان هتدي طعم حلو قوي فانا هحط على الوش كمية بسيطة كده من النوتيللا الصحية طبعا وصفة النوتيللا الصحية دي انا عملتها من فترة على القناة وهو الفيديو اللي انا عرضاه في جنب الشاشة من فوق ده وصفة سهلة ومناسبة لكل انواع الضيب بمكونات بسيطة واقتصادية احط لكم رابط الفيديو ده في صندوق الوصف وصفة جميلة جدا زين بها الحلويات بتغير الشكل خالص وكمان بتدي طعم حلو جدا هبدأ بقى دلوقتي ازين كده الكيكة بتاعتنا كده بكمية بسيطة من النوتيللا الصحية والخطوة دي اختياري حتى انا مش هقولكو الصورات الحرية بتاعتها علشان لو حابين ان انتو تكتفوا بس لغاية الكيكة لمرحلة الصوس بتاع الزبادي زي ما انتو عايزين او كمان ممكن تحطها على الوش شوية من المقصرات زي ما تحبوا برضو خلاص كده بتكون جاهزة معانا الكيكة شايفين الجمال بجد شكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي قوي الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة واقتصادية ومتوفرة في كل بيت هنشوف بقى دلوقتي القوام بتاعها كده شايفين ما شاء الله بجد حلو انا سعيدة جدا بالوصفة دي لان شكلها كده بجد حلو جدا لما تجربوها لازم ترجعها تكتبولي في التعليقات رأيكم فيها اين بيكون القوام بتاعها جميل جدا ومتمسكة وبتدوف البق والسعرات الحرارية للكيكا كلها كده من غير النوتيلة الصحية يعني لغاية مرحلة الصوص بتاع الزبادي سعراتها 208 سعر حراري بس الوصفة سهلة مناسبة للضايت العادي وللكيت وضايت والمرت السكري ما تنسوش اللايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية